ملياس الفخفاخ في مستهل يشغل المجلس الوزري على أن تنظيم الحجر الصحي المواجه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئة المعنية ومدى الجهزية لتأمين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على إنجاز التحاليل الطبية السريعة والشاملة وعلى تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء هذا وتضبط كل هذه التدابير في كرس شروط يطبق على المؤسسة المعنية وتمتد الاستراتيجية على أربع مراحل من الرابع من ماي إلى آخر شهر جوان القادم وتتمحور حول العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الذوابط الوقائية تطويع منظومة النقل مع متطالبات هذه الفترة العمل بالتراخيص المسبقة تعزيز آلية الرقابة مراجعة توقيت العمل في القطعين العومي والخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل وبوسائل النقل وستعتمد هذه الاستراتيجية على أليات تقييم وتشخيص دقيق يمكن من ملأمة كل الإجراءات سواء بالتخفيف أو بالتجديد حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبئي بتونس كما أكد المجلس في هذا الإطار على توفير متطالبات الوقاية من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها كما نظر المجلس في تقدم برنامج إنجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصاب الإسرائي في تنفيذ هذا البرنامج وحث الصناعيين على الانخراط فيه كما أكد على إمكانية اللجوء إلى التسخيل في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة لحماية الأفراد والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق القطع والتشاور مع المهنيين هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه وخاصة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من الرابع إلى ثامن عشر من ماي القادم لاحقاً